وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إنه معكم لكن هذه المعية الخاصة كيف تنال؟ كيف نكون من أصحاب المعية الخاصة الذين يكون الله معهم بنصرته وتوفيقه؟ أولا الإيمان الصادق اليقين نؤمن بالله ربا قديرا عليما سميعا بصيرا أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته وأن الله مع المؤمنين ثانيا التقوى واعلموا أن الله مع المتقين أن نعمل الواجبات ونترك المحرمات ثالثا الإحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون تعبد الله كأنك تراه هذا الإحسان رابعا الصبر إن الله مع الصابرين صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة رابعا الذكر يقول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني كلما ذكرت كان معك ومن أيقا بمعية الله راقب في الخلوة والجلوة والمؤمن الأمين يخشى الله في السر والعلانية لأنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فيكون هنا ظاهر العبد كباطنه قال عبد الله بن دينار تلميذ بن عمر خرجته مع ابني عمر إلى مكة فاسترحنا في الطريق فانحدر علينا راعٍ من جبل فقاله ابن عمر أراعٍ قال نعم قال بيعني شاتا من الغنم قال إني مملوك يعني أنا غنمي ملك لسيدي فقال يختبره قل لسيدك أكلها الذئب قال الرعي فأين الله عز وجل قال ابن عمر فأين الله ثم بكى فأعتقه واشترى الغنم ووهبها له وقال كلمتك نفعتك في الدنيا أرجو أن تنفعك عند الله يوم القيامة من أيقن بمعية الله خافه ورجاه من أيقن بمعية الله توكل عليه واحتمى بجنابه يقول هود لقوم فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم من أيقن بمعية الله توجه إليه ودعاه اللهم أنت الصاحب في السفر بالعناية والحفظ والرعاية والخليفة في الأهل تحفظ علي أهلي في غيابي ترعاهم من أيقن بمعية الله أنس بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ينبغي أن نربي أولادنا على معنى استحضار معية الله حتى يكون أول ما يقرع مسامع الأولاد معرفة الله وتوحيده وأنه على عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا نسأل الله أن يرزقنا خشيته نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه نسأل الله أن يتوب علينا